موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبر الصباح لليوم الجمعة 21 نيسان صاروخ أرز واحد ومن بعده أرز اثنين وأرز ثلاثة حقيقة مش خيال عرض مسرح غنائي بعنوان I'm not a terrorist على خشبة مسرح جامعة الأيو وغيرها من التأرير أما تجوفنا لليوم فهنا السيدة سولانج صقر رئيسة الجامعية اللبنانية للهيموفيليا لنحكي معنا عن نشاطات الجامعية بمناسبة اليوم العالم للهيموفيليا وأيضا الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله يلي رح يكون ضيف خاص مع زميرتنا مريم الحاج إنما البداية مثل العادة مع مصلحة الأرصاد الجوية اليوم معنا أستاذ محمد كانش صباح الخير صباح نور يا هلا كيفك اليوم؟ مايش الحال الحمد لله يعني درجات الحرارة إلى ارتفاع صحيح كيف رح يكمل الويك أند؟ جمالا عم بيكون عنا كتل هوائية دافقة أو جافة نسبيا نسيطر على الحوض الشركة المضاوسة حتى نحسر صباح لأحد اليوم مطاقصنا مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بدفوق معدلاتها الموسمية هيكون عنا انخفاض إضافة بنسبة الرطوبة الحرارة اليوم ممكن توصل على الساحل بتتخطط 29 درجة 29 درجة السابت مشمس إجمالا عنا استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية وعلى الساحل ممكن توصل لل31 درجة الأحد غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات رياح ناشطة بسبب تدني درجات الحرارة انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهون منتوقع التصاقب بعض الأمطار المحلية الخفيفة بفترة قبله الضخر هكتير رح يفرق التأس بهاليومان صحيح الأحد هيفرق كتير بنسبة للمهار السابت درجات الحرارة اليوم تقريبا 30 الأحد قد بتوصل الأحد هتكون بـ 22-23 درجة يعني فيه انخفاض تقريبا بـ 8 درجات اليوم على الساحل هتكون بين الـ 14-30 درجة فوق الجبال من 10-27 درجة بالأرز من 6-20 درجة بالمناطق الداخلية من 8-30 درجة الأحد هيكون عندنا انخفاض بحدود بين الـ 6-8 درجات الأنخفاض ملحوظ منقل من صيفية لتقريبا تقص شتوي ربيح مضبوط والأسبوع المقبل مبين شوي معكم أو لا كيف رح يكمل؟ جمالا منيح الأسبوع المقبل ما رح تكمل يعني الشتر لا درجات حرارة معتدلة وغي نهار الأحد بس فرق الدرجات الحرارة هت تعطينا شوية أمطار خفيفة أوكي دعتيك ألف عافية نحنا بقتم نحكيكن شو أمطار؟ صباح الخير جوال محتد جوال على الأمطار شو هاي أمطار ما أمطار مش مستوعبتك؟ خلص نزلت الصيفي وضبت الشتوي ما في أمطار بقى بالنسبة لها إليه موجو جوال صباح الخير لكل مشاهدين اللي عم تابعونا غير الأمطار وأحوال تأس جولة على عنوين الصحف اليوم الجمعة 21 نيسان نبدأ مع عنوين النهار من الشريط إلى الفراغ دولة عالقة عون واثق من قانون جديد وجملات يذكر بقانون الستين برية تحدثوا عن إيجابيات وصيغة نسبية الأسبوع المقبل أما بالصورة الرئيسية بصحيفة النهار السفيرة الأمريكية ريتشارد ووزير الطاقة سيزار أبو خليل لدى وضع حجر الأساس لمبنى السفر الأمريكي الجديد يلي عم بتن بنائه بعوكر والصورة مأخودة بارح وضمن أسرار الآلهة ومن أجوء أيضا ما بعض إذا رح نقدر نشوف الصورة رح نعمل جولة على أسرار الآلهة يواصل أحد المسؤولين في ضمان الاجتماعي رفع دعاوة قضائية على المجتمع المدني الذي يستمر في جمع أدلة تدين الأول ومنها إفادته من شقة مستأجرة تسدد المؤسسة بدلات إيجارها علم أن أبنيات كثيرة محيطة بالسفارة الأمريكية في عوكر حجزت بعقود إيجار لفريق العمل الذي سيشارك في بناء السفارة الجديد علق الوزير السابق للهراوي على لقاء سيدة النجاة بالقول يريدون تصغير زحلي ونحن نريد لها أن تكبر لوحد أن معظم شركات التأمين زادت قيمة التأمين بنسب روحت بين 30 و40% وبختم النهار بقلم ماروان سكندر ضمن الافتتاحية ومقالب عنوان لماذا نحترف التبديد من تابع مع الحياة واشنطن تتجاهل موسكو وترفض اللقاء الثلاثي عقدة أسماء في صفقة الإجراء المتبادل بين مناطق سوريا عمار الحكيم ترسيم الحدود بالدم لن ينجح شيعة العراق يرفضون انفصال الأكراد القاهرة حضت وزير الدفاع الأمريكي على دور فعال في مكافحة الإرهاب أنبع روسي عن تزويد الإمارات مقاتلات سخوي 35 أمريكا تهدد بالتصرف مع إيران وحزب الله المجلس الدستوري يقصي نجاد عن الانتخابات وأيضا في الحياة تكسر ثنائية اليمين واليسار وتحصر الاختيار بأربعة انتخابات فرنسا معلقة على مزاج الناخبين وبعنوان أخير استخدموا ألغاما مضادة للأفراد أوقع الضحايا مدنيين اتهام دولي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب منتبع جولتنا مع عنوين صحيفة المستقبل حزب الله على حدود 17-01 آخر مسودة لقانون الانتخاب الحريري يقترح الشيوخ من بوابة الطائف إرهاب في شانزيليزي وفرنسا تتأهب الانتخابات الفرنسية منافسة في السياسة منافسة على الوجوه والقيم واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى التركيز على نشاطات إيران التدميرية جدا فرصة جدية تتيح للبنان لاستفادة من المساعدات الدولية المصارف عين على العقوبات وعين على الودائع مواجهات خلال تظاهرة دعم للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام روحاني ورئيسي يتنافسان ونجاد خارج السباق مقتل ضابط روسي والأسد يخبئ طائراته في حميميم وبختم بمقالتين اليوم الأولى بقلم أسعد حيدر وبتحمل عنوان خامنئي إلى الأبد والمقالتين إلى رشيد درباس وبعنوان سمير فرنجي ورشيد جمالي صديقان في السراء والسرطان من المستقبل إلى الأنوار عون لا يحلم أحد بالتمديد أو بالبقاء على قانون الستين أو الفراغ الشيخ محمد بن زايد يلتقي بوتين مقتل شرطي باعتداء داعشي في شانزيليزي بباريز غياب أمريكي عن اجتماع روسي مع دمستورة غارة مصرية تقتل تسعة عشر إرهابيا في سيناء بقلم المحلل السياسي الانتخابات النيابية بين محاولات التسهيل ومحبذي التعطيل وبالأخبار الاقتصادية البنك الدولي يستبعد لجوء ترامب إلى الميزانية الهزيلة ومثل العادة ختام الأنوار بيكون مع قلم رفيقه ترامب وإيران موقف بلا استراتيجية ومن الأنوار إلى اللواء ماراتون الأزمات الإقليمية يسابق خطاب التحدي الانتخابي عون يجدد رفضه التمديد وجملات يسأل عن التضليل وجولة حزب الله تعزز المخاوف قبل ساعات من فتح سندق الاقتراع الرئاسي والمستفيدة لوبان هجوم على الشرطة يهز الإليزي وداعش يعلن مسؤوليته بقلم نادين سلام من يؤهل السياسيين لقانون جديد واشنطن تحض مجلس الأمن على مواجهة إيران وحزب الله ترامب طهران لم تحترم روح الاتفاق النووي الأسد يخبئ طائراته في قاعدة حميميم الروسية خوفا من ضربة أمريكية ثانية وختاما في اللواء لليوم متاس يعمق التقارب الأمريكي مع مصر ويؤكد عودة التنسيق العسكري لمواجهة الإرهاب من اللواء إلى عنوين البلد بعنوين الرئيس ثلاث لاءات رئاسية وزخم تسويقي للنسبية الكاملة الجيش العراقي يستعيد أحياء جديدة في الموصل مقتل قيادي في داعش في سيناء حزب الله حتى آخر مسيحي في لبنان سد بصري بين التنفيذ السياسي والاعتراض الشعبي وبعيدا عن السياس بالأخبار الثافية محبس السخرية من العنصرية بأسلوب ذكي وبختم مع الصورة الرئيسية ورغم كل الأزمات اللي عم بتصير بسوريا رغم صخب الميدان في أطفال بعد عم تعرف كيف تلهي حالة ننتقل إلى الصحف بلغات الأجنبية بترجمة العنوين ديديلي ستار عون يحذر بلهجة شديدة من التمديد وقانون الستين القوات السورية تتقدم في محافظة حما وبعنوين أخير مقتل شرطي وجرح مدنيين في هجوم إرهابي في باريز إلى لوريون لجور وأيضا بترجمة العنوين في فرنسا صوت الإرهاب يطغى على أصوات المرشحين الرئاسيين سياسة النعامة في مسألة المهن الصعبة نتابع جولتنا مع عنوين صحيفة الشرق جعجع جولة الإعلاميين على الحدود خطأ استراتيجي المشنوق لن نكون جزءا من الاشتباك السياسي وفائض القوة وهم لآت عون الثلاث للتمديد والستين والفراغ الاتحاد الأوروبي الانتخابات اللبنانية مهمة للأسرة الدولية تالرسون إيران أكبر داعم للإرهاب اردوغا الحشد الشعبي إرهابي داعش يتبنى هجوم باريز ومقتل شرطي والإرهابي وأيضا في الشرق واشنطن صفقة النووي مع إيران فشلت وإذن عم نشوف الصور الرئيسية الصورة الرئيسية على الشمال الصفحة لرئيس سعد الحريري عم يستقبل العميد شامل روكوز وعلى يمين الصفحة رئيس ميشيل عون بيستقبل مبارح وزير الداخلي والبلديات نهاد المشنوق بأصرب عبدة وبختم الشرق بقلم عون الكعكي الديمقراطية الروسية ومن الشرق إلى الشرق الأوسط إقصاء أحمد نجاد من سباق الرئاسة الإيراني لجنة صيانة الدستور أجازت ثلاثة محافظين وثلاثة إصلاحيين مسلح يقتل شرطيا ويجرح آخرين بسلاح حربي وداعش يتبنى هجوم في شعزي لزي يربك وحملات الرئاسة اتفاق مصري سوداني على تجنب إيواء المعاردين موسكو وطهران تفشلان في إرباك تحقيق الكيموي الفالح تحدث عن اتفاق مبدئي حول الخطوة دول في أوباك تلمح لتمديد خفض الإنتاج المحكمة العليا أمرت بتوسيع التحقيق معه في قضية وثائق فانما نجاة رئيس الوزراء الباكستاني من العزل جانا يماني نستعد لبرنامج من الموسيقى الرفيعة في المملكة بعض الرياض جد على موعد مع العازف المجري بوجاني الليلة وبعنوين أخير يمنع هلاك خلايا المخ ويعيد الذاكرة بالأخبار الطبية عقار مضاد للاكتئاب يكافح الألزهايمر ونختم جولتنا مع عنوين صحيفة الجمهورية بعنوين رئيس اليوم توتن مفتوح بين الرئاستين الأولى والثانية بكيركي لا اتفاق معاون على ترويج الستين فرنسا أخر جولة تلفزيونية قبل مباراة الأربعة وبالأخبار الرياضية برشلونة يستعرض مواهبه بلا فعالية أما بالصورة الرئيسية الحجر الأساس لمجمع أمريكي في عوكر ومع صورة من الجمهورية مكون ختمنا جولتنا على عنوين الصحيف برايكم نرجع باترون سبينك فلاورز تيستيبل من 21 إلى 23 نيسان بالحديقة العامة من 4 بعد الظهر إلى 12 بالليل يتضمن معرض أزهار، سوق الأكل ونشاطات ترفيئية مع سيرك تليبان الدخول مجاني من تنظيم جمعية التجار البترون بدعوة من جمعية تجار البترون مثل ما شفنا اليوم ساعة 4 افتتاح مهرجين الربيع للظهور باترون سبينك فلاور فاستيفل المستمر لغاية 23 الشهر والمعرض رح نشهده يوميا بالحديقة العامة بالبترون شهد الفجر ينظرنا عطار ونبي الأعلان عن المهرجانات الصيفية بدأت بيعاً واليوم الساعة 11 ونص مؤتمر صحافي بدعوة من مهرجانات الأرز الدولية لإطلاق المهرجانات السياحية لصيف 2017 بيوتال لرويالدوية المهرجان بيبدأ من 29 تموز وبيستمر لخمسة أب ورح يقدم هالسنة مبادرة لأول مرة من شهدها وهي أمسي بتجمع عدد كبير من الفنانين مثل نجوة كرم وليتوفيق غسان صليبة من الحمزين عبير نعمة ننسي عجرم وغيرون وضمن البرنامج أيضاً موعد مع الفنانة هبة طواجي وليم أكيامي عينين الغراب تركيني بسلام إيش وقتك يا هوى؟ ولا أيامك إيامي عينين الغراب تركيني بسلام إيش وقتك يا هوى؟ يا لفتات الهوى اللي بقلها دواك أنا ولا حرام أنا ولا حرام تكريماً لعطاءات الفنان عبد الحليم كراكلا بأحياء التراث اللبناني وبرعاية الرئيس سعد الحريرة بكرة الساعة 7 المساء موعد تكريمة بدعوة من فرقة مقامات للرأس المعاصر وضمن فعليات مهرجان بايبود بمتحف صرسوق إذن من هيدا الخبر خلينا نسمع شوي موسيقى 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 مثل كل سنة عم تشهد بلدة مغدوشة على المعرض السنوي للأفراح بحديقة لارين واليوم ساعة 6 افتتاح المعرض يلي رح يجمع كل التحضيرات للأعراس قبل الموسم الصيفي برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيا اليوم ساعة 8 ونص المساء بيقدم المعهد الوطن العالي للموسيقى والجامعة الأنطونية بالتعاون مع المعهد الثقافة الإطالي أوبرا للموسيقار الإطالي روسيني تحيي الأوركسترال في الهرمونية اللبنانية بقيادة الأب تفيق معتوق وبالاشتراك مع عدد كبير من الموسيقيين وجوئة الجامعة الأنطونية لأمسية بكنيسة ماريو صرف للأباء الياسعيين بالأشرفية موسيقى 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 بالذكرى السنوية الثانية بعد المئة للإبادة الجامعية الأرمانية اليوم ساعة 8 رح نشهد على مسيرة إلى دير الأرمن الأورتودوكس ببكفية تنطلق من مدخل الدير إلى تمثال شهد الإبادة وبيتبعه الديس بكنيسة الدير بيدعوة من مصلحة طلاب زوريان لحزب التشنق موسيقى 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 لكل محبي الموسيقى وتحديدا العود وبإطار مهرجانات عيد مار جرجس بي سربا بكرة الساعة 8 المساء بتبدأ جلسة تعود برعاية وحضور المطران بولوس روحانا بدعوة من جمعية رابطة شباب سربا جوني بباحة كاتدرائية مار جرجس زن بي سربا موسيقى قبل ما أرجع أنتقل لعنديك جوال لحتى نشوف حركة السير بدي أذكر بموعد ثابت على إزاعة الشرق كل نهار جمعة مع المجازين السياسي ودوف المجازين السياسي لليوم المؤرخ الدكتور عبد الرحيم أبو حسين من الجامعة الأمريكية ببيروت الروائة والشاعر الفلسطين إبراهيم نصر الله ومن بريز استاذ الجغرافيا السياسية دكتور خطار أبو دياب وأيضا المفكر والمعارض السوري ميشيل كيلو جوال لعندك من الجديد المؤهل محمد ظاهر من غرفة العملية المشتركة بهيئة إدارة السير سار معنا على الخط وأكيد معهم نعرف أكتر كيف أحوال الطرقات حاليا مرحبا طبعا خير نعطيك العافية تفضل نعطيك العافية للك بابدين حركة سير ناشطة إلى كثيفة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وحركة سير طبيعي على مدخل الشرق من سياد نعم نبلش مدخل بيروت شمالي حركة سير ناشطة من الكزمي إلى كثيفة على جسر السراية بجونية لترجع ناشطة من محولة جلتون حتى الأبو سير بيئة ترجع كثيفة من جسر أمتلياس حتى الزلقاء لتتحسن من نهر الموت حتى الكارنتينا لذلك مستديرة الصالون باتجاه الحيق نزولا حتى جسر الواطي عم تشهد حركة سير كثيفة مدخل بيروت الجنوبية حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه انفاع المطار المدخل الشاري مثل ما ذكرنا حركة سير طبيعية من المدرسة الحربية نزولا باتجاه السياد بالنسبة لحركة سير داخل عاصمة بيروت طاقة وقصص باتجاه عمر بيهم العاملية بشارة الخورية عم تشهد حركة سير كثيفة وبصر الكولا بها اثناء حركة سير ماشطة على المسلكين والبربيب باتجاه كنش المزرعة حركة سير كثيفة هذا بالنسبة لحركة سير بالنسبة لحوادث السير الأسف يعني تسجل لعنا عدد كبير من الحوادث 19 حادث 30 جريح و3 اقلة في حادثين حادث سيارتين بصيدة نتج عنهم خمس جرحة وكذلك حادث حادث سير بتسراد صريفة سلعة نتج عنهم خمس جرحة والأطلة فيه 3 اطلة باللبوة دراجة حادث سير بين دراجة وسيارة نتج عنها أتيل وبعاقلين يشوف حادث سير بين سيارتين نتج عنهم أتيل كنين واجبال استدام دراجة بحادث نتج عنها أتيل الله يرحمون من السائقين يعني ضرورة تأيض بأوانين السير أثناء القيادة ومنها تأيض بالسرع المحددة على الطرقات واستعمال حزام الأمان وعدم التلاهي بأي شاء أثناء القيادة وعدم القيادة تحت تأثير الكحول وبالنسبة لسائقين الدراجات النارية ضرورة اعتمار القودة الواقع أثناء القيادة واتخاذ المسرب اليمين من المسلك واتخاذ كيفة الاحتياطات الوجبة أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين شكرا لألك المؤهل محمد ظاهري يعطيك ألف عافية نحن رح تقف مع فاصل جديد نرجع من بعده لمتابعة أخبار سباح خليكن معنا سباح الخير غيوم سياسية نيابية ونأذية فوق لبنان وأهل السياسة مختلفين حول جنس الملايكة العقوبات الأمريكية قربت طائرة الشحن الأمريكية غطت بمطار رياء والرسائل بالجملة أما لبنان العاجز عن الاتفاق على أنون انتخابي دخل بمرحلة من الانتظار مع تأجيل انعقاد الحكومة وكل فريق مشغول بحساب الربح والخسارة وبسياسة النقامة الذيني بألف خير من الأخفاق الانتخاب الحالي لأنجازات لأيام الخوالي بتعرفوا أنه لبنان أطلق أول صاروخ للفضاء بسنة 1964 والصاروخ بوقتها كان اسمه أرز واحد ومن بعده كان أرز اثنين وأرز ثلاثة الخبر حقيقة مش خيال مشروع انطلق بالألف وتسعمية وستين بجامعة الهايجازيان واكمل مع النادر اللبناني للصواريخ ليش اتوقف هالمشروع وشو بيتذكروا الناس عنه تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة مشروع تطوير الصورة الصواريخ اللي امتد من العام 1960 ولغاية العام 1966 ممحي كليا من الزاكرة الجماعية اللبنانية فمن النادر أنه تتلاقى بشخص على عالم ببرنامج الوصول إلى الفضاء اللي بدأت كمشروع علمي رائد بجامعة الهايجازيان قدر بسنوات قليلة وبإمكانيات محدودة أنه يطور صاروخ اطلق علي اسم أرز قادر للوصول إلى الفضاء معقولة هاك في لبنان هاك سويا يخطعون الفضاء أنا أحضر في فضبول بسمه أنه ترقوا صاروخ جيبا بقلب الشبك هذا الصاروخ عنا عنا صاروخ معيش علم هداسة عمري وانا شايف صاروخ طالعه أطلعه من البدن كله ضعي علينا صاريخ علينا صاريخ شو أصدك أنا يا صاريخ عشي شو الصاريخ اللي مني شو هون هنا عنا صاريخ لعنا طيارة صاري ما بعرف شي عندي فكرة أبدا ما وايع وما بدي تذكر شي عن الصاريخ خلينا نفكر بالسلام بس المشروع الحلم اللي شكل مدعاة فخر واعتزاز لللبنانيين سرعان ما انتهى فهو لم يعد مجرد بحث علمي محصور بالجامعة بل تحول لمشروع وطني كان قادر على نقل لبناء خطوات كبيرة إلى الأمام وهو الأمر اللي كان ممنوع فتنوعت الحجج لتبقى النتيجة وحدة دفن المشروع ودفنت معه كل المرحل اللي رفقته ولم يتبقى منه غير مجسم يتيم قابع بسكون بحرم الجامعة الأم نحنا سبقين كنا دايما لكن هايدي القصم من اللي حكموا هالبلد رجعوها لورا للأسف بتذكر انه في في شيء عملوا كان جيد يعني حتى يقدموا اللبناني يخطوا لقدام بس ما عدنا سمعنا عنه شيء ان شاء الله يقدروا يكفوا لقدام ويحاقوا شيء زيد لبنان أول بلد بالشرق الأوسط كان عنده نادي للصواريخ عرفت لي طبعا والجامعة الأمريكية والجامعة هكذا هي كانت الرائدة بها الموضوع كان مشروع علمي بحت عرفت لي بيعنا بالفضاء بيعنا بالطبيعة بيعنا بالأرصاد نطفى لإلك ليش لأنه ما فيه إجماع عليه نقسموا السياسيين بالبلد عملوا كلها عصابات عرفت لي وطار المشروع وإلا كان المشروع ممتاز اليوم وبعد مرور أكتر من 50 سنة على التجربة أمام لبنان فرص حقيقية لإثبات وجوده على ساحة الابتكارات العلمية وحتى العسكرية وإذا كان موضوع صواريخ أصبح من المستحيل فإنه هناك فرص لا تعد ولا تحصد إنما الدخول فيه مازال خجول على كل المستويات هذه ظاهرة هامة جداً مرأت بلبنان ولكن التصنيع العسكري بده خبرات تراثية يعني تراكمية بده يقدر مش بس منعمل مشروع واحد وما حدا يتبنى ما نقدر نتبنى لأسباب ما منعرفها بس لم يجري تبني هذا الموضوع لذلك لو تم تبنيه كان لبنان حالياً من عنده قدرات بإنتاج صواريخ وهامة بهالتجربة ولكن الجامعات نحن عم نعمل كل سنتين معرض اسمه معرض الأمن بالشرط الأوسط بالبيال وكننا حريسين باللوحة 2015 لتوفير منصة لكافة الجامعات اللبنانية إنه إذا عندها قدرات خلاقة بين تلميذة وبين أسادتها إنها تقدر تهتم بإنتاج عسكري كمان وفرنا هذه المنصة ولكن بعدنا نحن هون ما لم تنشأ مؤسسة للتصنيع العسكري بترعاها قيادة الجيش بشكل إنها تلمها الشباب هود وهي تبلش تطور بعد محاولاتنا بتضلها بإطار العمل الجامعي فقط مشروع الصواريخ واحد من عشرات المشاريع الرائدة اللي تأملت عليها الحسابات السياسية والمخاوف الدولية لإلغاء من الفضاء نرجع على الأرض وخلال سؤالنا اليوم للناس سألناهم شو أطيب أكل كل شيء يلا نشوفها الربورتاج قبل ما تسألين شو أكلتك المخضلة أكل بطاطا أكتر أكل كب بناية بس إني ثلاث مرات شين ده الحبة لخية كل يوم لخية المضاري بطاطا مقلة لخية كله ما هم نعبك يا رشنة لاب تحبك شهر مرة كبزار لابنة مع ديش شوي شوي أطيب سمك باطي أه أه أكل الملوخية بري يعني أكتر أكلة في كتير محشي كوسة وفلايفلة حمراء الناس الرز وفاصولية بحب يزيل بحب دولي اللحم ما باكل هو راس مع الغنم دجاج وبطاطا غزبيب وبصال ورق عنق ما بدي أتصوح الفصول ياه بيكل يوم ماي معدي مشكلة بدي عاد مرتة تنقوير كوسة كل يوم إذا ما مرتة ما بودع تعمل سماء بظهر بيكل بره كل يوم ايه مرة بالأسبوع كل يوم ماذا بصير لي عم بحقيقة جد لعين وروس فراغات وارع راس غنم ريز مع مرأة هيا عراقية لأكلها بتنصح ستيك المال مش بوتيتو نكلها بإنجلند أنا ما بوارف عم الله شو أكلتين مفضلي اللي بحب بيكلها طورينو يعني بروستيت وبعدين بيكل الفريد الفريد بيشيل الهدهد اللبنة المزبوطة والزعتر المزبوط ايه تمدي أحدث حالي مننتقل عند مريم اليوم بس اليوم فقرة استثنائية مريم صباح الخير صباح النور صباح الخير مريم صباح النور منراحب كمان بضيفك الشاعر الفلسطين إبراهيم نصر الله أهلا وسهلا صحي أهلا وسهلا فيك صباح الخير لكم ولا لبنان ولا إلكتسلا تفضلي مريم تفضلي مثل ما قلتوا اليوم ضيفي الشاعر والرواقة إبراهيم نصر الله هو من أكتر الكتاب تأثيرا على الساحة العربية اليوم برجع بكرر صباح الخير مرة تانية صباح الورد وستغلينا وجودك بلبنان لحتى نصطديفك اليوم معنا أنت من الأشخاص يلي بيحبوا كتير لبنان بتكرر زياراتك إلى لبنان تقريبا بتجرب أنه تجي مرة كل السنة كمان كتبك تصدر عن الدار العربية اللي نشرون كل كتبك مبدئيا فإذا في علاقة جدا مميزة بتربطك مع لبنان واللبنانيين شو سر هالعلاقة يعني أولا يعني صعب تخيل العالم العربي بدون لبنان نعم يعني لبنان دائما كان وردة العالم العربي صح وشعلة العالم العربي والجمال الصافل للعالم العربي ولذلك يعني كشعر ربما متعلق فيه من هذه الناحية كما أتعلق بكل شيء جميل ورائع ومنطلق وحر نعم أنت ضايف في لبنان مدعو من الجامعة الأمريكية ببيروت في سلسلة نشاطات بدأت من نهار نشاطات مكسفة إذا فينا نقول بدأت نهار الثلاثة استمرت أربع خميس تختتم اليوم الجمعة بس يلي بيهن من هالنشاطات يلي تتمحور حول أعمالك الأدبية هو إطلاق الحب شرير دوان جديد العنوان غريب جدا الحب شرير فيه وطناقض كتير نحن نعرف أنه الحب يمثل الخير والجمال فيه وجه بشع وقبيح للحب يعني أولا أشكركم على هذا اللقاء وأشكر مركز الفنون والأداب في الجامعة الأمريكية الذي وجه هذه الدعوة وأتح لي هذه الفرصة ربما هي أطول فرصة أقيم فيها في لبنان وهذه يعني أنا أعتقد كنت بحاجة إليها إنسانا قبل أن أكون بحاجة إليها كاتبا بالنسبة للحب الشرير عنوان الديوان الحب شرير يعني أنا أعتقد أنه هذا الديوان هو النظر إلى الحب من عدة زوايا مختلفة بعيدا عن النظرة الرومانسية التي اعتدنا يعني عليها في شعرنا العربي أو الغزل نعم يعني وهو محاولة لتأمل الحب من هذه في هذه المنطقة بمعنى أن الحب في النهاية إذا ما تأملناه حقيقة تكتشف أنه سنكتشف أنه المحرك الأكبر لغريزة التملك ليس فقط لتملك المحبوب بل لتملك كل شيء يعني كلما أحببت شيئا أو أحببت شيئا أنت تسعين لتملك هذا الشيء ربما هذا يتجاوز الشخص المحبوب إلى أحيانا الأرض إلى أحيانا أوطان تانية إلى أحيانا الحكم أحيانا كل شيء في العالم أنا أعتقد حينما نذهب لامتلاكه تكون يعني عاطفة الحب أو حبه هي المحرك الأساسي لامتلاكه وبالتالي بقدر ما هو يعني مولد لحديقة ما هو أيضا ربما يكون سببا في اندلاع حرب سبب في القتل سبب ولنا مثلا أن نتصور أنه أي شاب يحب فتاة ما وهناك موانع كثيرة تجاه هذا الحب ربما يتخلى عن أهله من أجل هذا الحب ربما ينتحر بسبب هذا الحب فالحب إذا ما نظرنا له نظرة مختلفة بعيدا عن النظرة السائدة أنا أعتقد أنه كل العواطف وكل الغرائز موجودة فيه طب وليش اختيار الذئب والذئبة كأبطال لها الديوان هو في داخل الديوان هناك قسم اسمه أوبرا الذئاب وأوبرا الذئاب هو مكون من 24 قصيدة يعني يمكن تقديمها كأوبرا على المسرح أوبرا غنائية كاملة استخدام الذئب والذئبة هو مجاز يعني وأنا تحدث عن إنسان عملية لكن مجاز الذئب والذئبة يتيح لك أن تنطلق إلى أبعد ما يمكن في استكشاف تلك الغرائز الكاملة في اكتشاف الشغف في اكتشاف الجموح في اكتشاف رياح الحب وليس نسائمه فقط في تأمل العالم في تلك العزلة التي يوجد فيها الذئب والذئبة وهي الصحراء الجليدية أو أي صحراء تانية في عندك تقران شوي من أوبرا الذئاب شوي على الهواء إذا ممكن سأقرأ يعني مقطع أو مقاطع من قصيدة الحب شرير نعم الحب شرير يلوك القلب يسحقه بألف حديقة يلقيه للأعلى ولا يتلقف المكسور إذ يهوي على حجر من الصوان يطعمه لذئب الريح في صحرائه الحبلة بطعم الجوع والحرمان يأتي حسب موعده كسلطان وطاغية ومثل الموت يأتي والمرض لا أفقه للقلب مفتوح ولا للطير أرض والحب قتال وجوال رحيم مثل سكين بحد ساطع مسنونة بالجرح في أقصى الكواكب والحب أخجل من تفتح برعم والحب عائب قتل القتيل على مخدة حلمه والعاشق الملقى على دم قلبه إن كان قربك قاتل أو كان غائب والحب لا يحن على أحد يراوض ينثني يعلو ويكذب جارح كبراءة النسيان مسقول كرأس الرمح مجنون له قلب بلا عقل له عقل بلا قلب وأغنية بلا حنين اشتعال في جليد طعنة عتشانة في قلبي تائب والحب زنديق وراهب إلى آخر القصيدة لا قدلنا نفهم مظبوط العنوان صائب جدا العنوان الحب الشرير بدي أنت إلى الرواية اللي صدرت بالعام 2016 على كل أنت عم تتنقل بسرعة بين الرواية والشعر الرواية عنوانها حرب الكلب الثانية كمان عنوان غريب هل هي جزء من الملهاد الفلسطينية الرواية لا هي جزء من مشروع الشرفات الموازي للملهاد الفلسطينية الذي يتناول عموما المشهد العربي في كل تقلباته وفي كل أحواله التي نعيشها يعني من سنوات طويلة إذن هي ما تتناول القضية الفلسطينية مثل ما إلك بالعادة تتأرخ للحكاية الفلسطينية هي يعني ربما كمان هي رواية الأولى التي تدور في المستقبل يعني ذهبت في الروايات الملهاد الفلسطينية إلى القرن الثامن عشر وصعودا حتى اليوم لكن هذه الرواية ربما هي رواية الأولى التي تدور أحداثها في المستقبل نعم تدور في المستقبل وفيها من الخيالة العلمي كمان أريد هي الرواية يعني تستند على الواقع الحالي نعم العربي نعم والإنساني أيضا لأنه أنا أعتقد أن هناك خراب عالمي ليس فقط في الأنظمة وليس فقط في الحكومات ما يخيفني دائما هو ذلك الخراب الذي بدأ يتسلل إلى الناس في الحياة اليومية يعني والرواية تتحدث عن زمن كان يقتل فيه الشخص من لا يشبهه أو من المختلف معه لكن نحن وصلنا إلى زمن يقتل فيه الشبيه الشبيه وهذه يعني معضلة كبرى فالرواية تتحدث عن هذه المسألة أنه ماذا لو بقينا على هذا الوضع الذي نعيش اليوم إلى أين سنصل الرواية تتحدث عن تلك الرؤية المستقبلية إذا ما وصلنا الطريق إلى سنصل هي ربما رواية خيال اجتماعي أكثر منها خيال علمي لكن طبعا حينما تكتب عن المستقبل تضطر أن تخترع أشياء يعني تضطر أن تخترع آلات تضطر أن تخترع نمط من أنماط الاتصالات الأجهزة السينما كيف ستكون العالم يعني كل هذه السيارات كيف ستكون العلاقة بالكواكب الأخرى كيف ستكون كل هذه المسائل مضطر أن تخترعها لأنها ستكون جزءا أساسا من حياة البشر فلا تستطيع أن تكتب عن إنسان معلق في الهواء الإنسان يسير على الأرض ومن هذه الزاوية الرواية يعني تتحدث وربما هي صرخة تحذير من المستقبل بقدر ما هي أيضا صرخة تحذير من الحاضر يعني احذروا هذا ما يحدث الآن بهني قبل ما يخلص الوقت يسألك سؤال قول أنك مهتم جدا مش بس بالكلمة كمان بالصورة حضرتك مصور فوتوغرافي محترف مهتم كمان بالسينما إحدى رواياتك كان فيه إلى مشروع أنها تتحول إلى مسلسل ولكن ما تنفذ المشروع إذا خيرت بأنه إحدى رواياتك تتحول إلى فيلم سينمائي أيها بتختار هو الصحيح ربما لأن علاقتي قوية مع السينما دائما ربما هي أكثر فن أثر في حياتي انعكس فن السينما داخل رواياتي ويمكن لمسه ببساطة وبالتالي أنا أتمنى أن تتحول كل الروايات لكن ما حدث أنه رغم حبي إلى السينما لم نستطع أن نصل إلى السينما الأسباب منها أن الموضوع الفلسطيني موضوع مشكلة ومثلا رواية زمان خيول بيضاء كان المفروض أن يخرجها الأستاذ حاتم علي وجاء إلى عمان واتفقنا وكل هذه الأمور لكن اكتشفنا فيما بعد أن لا أحد يريد فلسطين في الفضائيات العربية للأسف للأسف وبالتالي حتى أن أحد الفضائيات قالت إذا نحن أحببنا الرواية وأحببنا السيناريو أنا كتبت السيناريو أيضا لكن إذا وافقتم على أن تغيروا المكان الذي تدول فيه الأحداث بدل فلسطين أي مكان آخر سننتج الرواية فضائية أخرى مثلا عرضت أن وهذا شيء محزن جدا يعني عرضت أن تحول الجزء الأول من زمن خيول بيضاء إلى مسلسل بدوي فيه هناك شيء يعني مرعب في هذا المجال وبالتالي فشل المشروع وبدل الفضائيات انتقلت هذه الروايات إلى المسرح لكن يعني لحسن الحظ أنه تحقق نجاح كبير جدا في المسرح حتى هناك رواية مجرد اثنين فقط حولت إلى مسرحية في إيطاليا إيطالية وكان صداها جميل إنما المسرحية التي الآن تدور في فلسطين على مسارحها وتتنقل هي مسرحية قنادي الملك الجليل وتحقق نجاحا هائلا وربما هذا يعوض إلى حد ما إلى أن نصل إلى السينما لكن السينما هي بالتأكيد حلمي حلمي بالكتابة وحلمي حتى بالإخراج ذات يوم ربما الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله بشكرك على حضورك وبتمنى لك إقامة ممتعة ومسمرة بلبنان كل الشكر لكم هلأ كمان موعد معه مع موعد معه تاني كمان مع أستاذ يقزان التقي على إزاعة الشرق بتمام الساعة 8.5 يعطيك العافية مريم يعطيكم العافية نشوفك جمعة الجي أهلا وسهلا فيك نحن رح نتابع مع تقريرنا ومننتقل إلى أوتيل فور سيزن يلي استضاف مؤتمر تيليكم ريفيو بنسخته التامنة شارك بالمؤتمر عدد كبير من شركات ومسؤولين عن قطاع الاتصالات تفاصيل عن وقائع المؤتمر ومقترحاته بهالتقرير لازمي لتنا رويد الصفتي النسخة تامني من قمة تيليكم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة ألفا انطلقت بلبنين خلال مؤتمر ضخم عقد بأتال الفور سيزن الفكرة هي نجمع كل الناس اللي بيشغلوا بقطاع الاتصالات واللي معظمهم لبنانية بهالمجري هدا بالدول العربية طبعا عم يخفوا هلا معاليين بس انه بعدنا بشكل نسبي كبير وقدرنا يعني نجذب الناس على بيروت وهدا بيشبت انه بيروت بعدها هي محطة انظار الجميع والناس كلها ناطرة انه بيروت نظم هيك محاكة مؤتمرات او احداث حتى رئيس الحكومي سعد الحريري فغيمة رئيس عون كلهم فيه تواجه لدعم قطاع الاتصالات واستعمال هالقطاع لحتى النهضة اكتر بالاقتصاد والاقتصاد الرقمي وضعنا خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع الى عدة يعني عدة مشاريع بدأنا بتنفيذ البعض منها والبعض الاخر على طريق التنفيذ الفكرة تبلورت عام 2011 بسبب الظروف الصعبية اللي مار فيها لبنان انتقل المؤتمر الى دبي لا يعود اليوم بداعم وارعي من رئيس الوزراء الشيخ سعد الحريري مستقطب وجوه مهمة من مختلف العالم البيانية الاساسية الخاصة بالتليكونات التليكوميكيشن او الجزء الخاص بالتليفونات والتليكوميكيشن هو الكور او من القلب بتاع اي تقدم واي تطور بيحصل في الدول العربية احنا لا نتكلم فقط عن بنية تحتية نحن لا نتكلم فقط عن وجود خدمات نحن نتكلم ماذا سنصنع من كل ذلك افراد من خلال لان هذا سيغير حياتنا وايضا دول ومدن ودول لانها ستتمكن من ان تخطيك بشكل افدل او الجزء الخاص بالتليفونات او الجزء الخاص بالتليفونات اشتركوا في القناة انا مصاب بالهيموفيليا لتظل صحة من حديد عن علاج متحيد الحمل الوطني للتوعي عن الهيموفيليا عم نحكي عن التفاصيل هلأ نحكي اكتر عن تفاصيل لمرض الهيموفيليا هالمرض اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا ب17 نيسان كل عام واكيد نشاطات كثيرة بترافق هاليوم للتوعية واكيد لحتى كمان المرضى هيك شوي غير وجاوي يتعرفوا على بعضهم رح نحكي اكتر عن نشاط رح نشهده بكرة بأرنعون فلاج مع صلاح شسائر رئيسة الجمعية الهيموفيليا اهلا وسهلا فيك مرسي اهلا فيكم سباح خير خلينا نكمل يلي بلشناه تحت الهواء كنا عم نحكي عن المرض شو يلي نحنا يمكن ما بيسوى كنا عم نقول نحكي الجلد التي لنا في نزيف جواني نحكي شوية عن تفاصيل اللي اللي ما بيعرف مزبوط الهيموفيليا هي نقص بعمل من عوامل تخطر الدم او العامل الثامن او العامل التاسع هي بالدم في 13 عامل بفعلوا بعضهم حتى وقت اللي بيصير فيه نزيف يصير فيها الجلطة الطبيعية يلي بدا تسكر الجرح هلا عند الاشخاص اللي عندها هيموفيليا بيخلقوا نقصون او كليا او جزئيا هالعامل من العامل التامن والعامل التاسع رح يتعرضوا بطريقة تلقائية للنزيف يعني بيكونوا اوقات نيمين بيوعوا على وجعون بيكون صار نزيف بيقوعون او بيركبتون بقلب المفصل تورم صار صخون وجعون بيوعوا على الوجع بس خليني قبل ما اتتابعي حضرتك بيضرب بس المفاصل لا بيجي وين ما كان بس يلي هو اكتر شي شائع معارض بالحالات النزيف هي المفاصل اوف هلا عم نشوف كمان صورة مظبوط لانه في عليهم الضغط طبع الجسم حتى يقاف نزيفهم لازم ينعطالهم خلاصة هالعامل يلي نقصهم بتنعطها ابري بقلب العرق معدلة حسب وزن الشخص وزن الولد او وزن الكبير حتى يقدر يوقف النزيف الابري بتنعطها بس وقت النزيف لا مش علاج كامل لا ابري برافع حاليا عم تنعطها كانت تنعطها من بعد ما يبلش النزيف هيدا بنسميه العلاج عند الطلب يعني صار فيه نزيف بس نحنا هلا عم نشتغل مع وزارة الصحة حتى نقدر نتوصل معهم على العلاج يلي اسمه علاج منتظم يعني بينعطها العلاج مرتين او ثلاثة بالاسبوع بيخلي هالعامل مستويه مضبوط مضبوط اقل شي يعني المينموم طبعه بس بيحمل الشخص بيحمل ولد من النزيف رح يحميله مفاصله من من تفرفط الكرتلاج وهي دي كل ما بيصير فيه كترة نزيف رح ينزع المفصل ويوصله على عجز واعاقة يعني انا اول ولد تعرفت عليه بالستة وثمينين كان على ويلد شارع على الكرسي لانه كان مفصله تزع طيب مدام لما نحكي عن نزيف الكلمة بتخوف قديش عوارض النزيف يلي بيصير بمرضة ليموفيليا مئزية ليكي بديك تشوفي عددها بالاول لما بيكونوا ولاد عم بيلعبوا سمال الله انت كنوا ولاد ما فيك تهديلوا ولاد بيروحوا بيركدوا هيكي بيعملوا اوقات نزيف مرتين او ثلاثة بالجمعة بالاسبوع وهي دا العلاج منه علاج شافي يعني كلمة فيه نزيف بديك تعطيه العامل الابر بالعامل للتخطر واذا عم نحكي عن العلاج المنتظم مرتين او ثلاثة بالاسبوع بديت نعطالو لونك عوائبها هي مش بس عوائب من ناحية الحركة في عندي كمان مشاكل نفسية بتخلق عند الولاد لانه مرح في يلعب مرح في يلعب مع اصحابه بكل شيء بكل الالعاب وقت اللي بيصير معه نزيف لازم يرتاح ان كان بالمدرسة بيصير عنده تغيب نهار نهارين اوقات ثلاثة ان كان عم يشتغل كمان في غياب مزبوط دونك فيه متابعة وفيه مشكلة عائلية يعني اجتماعية عائلية طبعا لانه بدون يضلوا تحت الضغط وتحت يعني الخوف بدون يتعلموا كيف يتعايشوا مع الوضع مزبوط بشكل اوضع آخر مزبوط مزبوط لما يعني الليموفيليا بتخلق معه هي اسمه نزيف دم وراسي بس تبين لنا هون وبكل البلدين انه 30% من الحالات بتصير اليموفيليا بتخلق مع اول ولد بهالعائلة بدون ما يكون فيه تاريخ وراسي يعني خاله منه ما عنده ايموفيليا امه مش حامل اليموفيليا وهي اليموفيليا بتجي عنده الصبيان لانه هالنق بس ما في بنات البنات نحنا منهتم فيهم بس البنات في عندهم غير اصابات بغير عوامل تخطر غير التامن والتاسع عندهم نقص بيكون بالأول مش ايموفيليا بس كلهم هيدول تابعين الجمعية بس مش الكلمة اليموفيليا مزبوط بيكون عندهم نقص بالعام الواحد خمسة سبعة 11 13 اللي هون كيف يتارجان كلهم نزيف بس مثلا يلي عنده نقص بيعمل الفان فيليبرانت بيعمل النزيف اكتر بالمنخير بالازلاعين بالتم الهن اليموفيليا اكتر بالمفاصل والعضاء في خطورة اذا صار النزيف بعضو من العضاء الدخلية بالمعدة عن البنات ما كتير في خطورة كيف في الخطورة مثلا يلي عندهم فان فيليبرانت وقت اللي بيجيهم الدورة الشهرية عم بيكونوا معرضين اوقات لنزيف اوي وقت اللي بده تولد بده يكونوا اخدين كتير احتياطات عاطين العلاج قبل حتى يحميها ما يصير في نزيف خلال الولادة او بعد الولادة كم ده اسألك عن هالموضوع مريض اليموفيليا اكيد ده عنده اجراءات غير اذا عنده عملية مظبوط لانه معرض اكتر لنزيف مظبوط وهو نسبة العلاج يلي هلأني المينموم يلي بنعطيه 25 يونت هيدا الوحدة يعني العلاج بالنسبة لكل كيلو من الوزن يعني الولد يلي وزنه حسبه 15 كيلو او تنقل 20 كيلو بده ياخد 30 يونت مضروبة ب20 يعني 600 يونت كل يونت هلأني ارخصة شي بالبلد لانه صار عنا خمس شركات حتى ست شركات قدوية ارخصة شي خمس 600 ألف كل يونت اليونت يعني 600 يونت هيدا الابرة مضروبة ب600 وزارة الصحة وزارة الصحة كتر خير قال له عمل تأمن وتحسنت العلاج حسنت الكميات يعني عم تعطيها لا يصح في حملات كتير للتبرع بالدم هلا أكيد مش كافية بس ما فيهم يتبرعوا مباشرة بالدم قبل قبل العلاج البداي كان يعطوهم يصير فيه متبرعين بالدم ويستخلصوا من الدم بالسنتريفجيز ياخدوا كمية من الفكتور موجودة بس بقلب البلاسما هلا العلاج بينعطى العلبية اللي بنعطيهم إياها اللي هي الشركات عم بتبيعها أو البزارة عم تعطيهم إياها فيها حنجور بودرة حنجور ماي بيتدوب وبينعطى بالعرب هي مستخرج من الدم بس مستخرج بقلب مراكز صناعية متطورة ميجي من ألمانيا وليش في فرق بالأسعار يعني هو الشي اللي بيحاجل له هالمادة اللي بيحاجل لها مريض الأموفيليا هي زيتا اي يعني بس إنه في عندك شركات في عندك نوعين من العلاج في علاج الفكتور مستخرج مباشرة من الدم بنسمين إحنا بلاسما ديرايف بس أوقات تبين إنه بيمرر فيروسات بيقدر يكون يمكن شوي خطر هلأ ني بس هلأ ني عم بينعملوا بوريفيكاسيون مزبوطة ثلاث مراحل للبوريفيكاسيون بس في نوع تاني من الأدوية عم بيتفبرك بطريقة جينية جينيتيك يعني روكمبينات بنسمي أضمن أضمن بس كمانا صار كتير بوريفيه من خاف يخلق عند الشخص مضاد للعلاج اللي عم بياخده كلهم أوكي بعدنا على كتير نحن على اليوم العالمي أوكي بكرا النشاطات كتير حلوة أوكي خبرين عنا بكرا رح نكون نحن وثمانين شخص بضيعة أرنعون محددين السنة كل سنة بحدد فئة عمرية ومنتصل بكل المرضى اللي مسجلين عنا عنا جزكا منتنا حاليا 371 شخص دونك حاليا 371 شخص مريض أموفيليا أموفيليا ومع الأمراض أموفيليا قديش فيه سوري رأيج على الموضوع نصن نصن لا بالبنان كنسبة بالبنان لازم يكون فيه ألف كلهم سوا يلي هن عندهم حالة حادة يعني لازمون متابعة وعلاج دايم لأنه كل النواقص فيها تكون نقصتهم كليا 100% هيدا بيسببلهم نزيف كتير عدده وكتير وبيكون قوي وفي منهم عندهم مستوى وسط وفي منهم خفيف يعني بتكون الإصابة خفيفة الإصابة لما تكون خفيفة ممكن تقوى مع الوقت لا لا خلص متل ما بيخلق النسبة اللي بيخلق فيها نسبة العامل اللي بتخلق بضل هي زيتا وبتكون كلها إذا عنده أخوة إذا إجي خي كمانة بتكون هي زيتا النسبة يعني خيه كمان حامل الأموفيليا بيكون معه الأموفيليا معه المرض البنت بتحمله لأنه البنت بياخد إكس من أمة والإكس من باية يعني ممكن يحملها ابنة للبنت بيكون منصاب ابنة الصابة لأنه رح يقع لا مش مش على الأكيد لأنه عندها اثنين إكس هي بياخد هذه سر الحياة لكل ولد يا بياخد الإكس المريض وبيكون هو عنده الأموفيليا لأنه رح يقد من باية الإجراك يا بياخد من أمه الإكس الصح عندنا عيال عندهم ثلاثة ولاد صبيين وثلاثة أموفيل عندنا عيال ثلاثة أربع عيال إجي هون طم بس دفوج مو مش طم فرد خلاص واحد عنده واحد ما عنده مزبوط شعص خلينا نرجع شوي لحال اليوم هلا يرجع كل واحدة في الموضوع لأ لأه حلو جه حلو يوغا رح يكونوا أعمارهم بين خمس وخمستعوش رح نقصمهم على مجموعات حتى ما يفرطوا لأنه المطرح كتير كبير بأرنعون رح يكون في معهم أنيماتور منشط والفيزيوترابوت تبعنا بالمركز رح يكون معهم مع الأهل كل النهار هايدي مع الأهل رح نعمل نشاطين أول نشاط رح يكونوا مقصومين على مجموعات تيتشاركوا بين بعضهم على مشاكل أولادهم يلي لقيوها مع المدارس هل صار في صعوبة هل في العلاج موجود بالمدرسة هل المدرسة تقبلت الوضع هل تتشاركوا بالمدارس ايه كتير خير الله تحسنت دونك هايدي المجموعات من وراء المعلومات يلي رح نخدها رح عم نحضر نحن برنامج توعية بقلب المدارس للإدارة للإيكيب الميديكال ممردة وطبيب وخصوصي للأصحاب والأساتزة حتى ما يصير فيه تهميش ياخدوا بعين الاعتبار هل أولاد عند قدرات مزبوط أو يتنقلوا النشاطات أدبتي أكثر المجتمع والمدارس خاصة أنا عم تتقبل الاختلاف هيك لازم هيك لازم يعني بس أنه ما كتير بعد يعني السنة يمكن صار عنا تكسيف إعلام صاروا نعرف فيه مزبوط وللأهل من بعد ما نخلص هايدي الشغل مع المجموعات فيه كمان استبيان بدون يعبوه لأنه رح نشوف أي مدارس مدرستين أو ثلاثة أوضاعة كتير حرجة نحن المدارس اخدين حكومة وخاصة المدارس اتنين أو ثلاثة رح يكون في معنا شركة أدوية هي نوفو نورديكس رح تساعدنا بتجهيز هالهال مدرستين ليكون في عندهم مطرح للعب ما يكون خطر على الولاد دونك شي تصطيفة لمدارسة رسمية هون أكيد لا أكيد رح تطلع المدارسة الرسمية اللي في عندها أجهزات أقل وللولاد كمان نشاطات فردون للولاد كمان شو بخاصستين غير نشاطات هايدي رح يكون للأهل هايدي رح نعمل لهم جلسة يوغا اسمه لفتر يوغا هيدا يوغا بضحك بضحك يلي بيساعدهم على يروحوا سترس يروحوا الضغط يلي عمل يعيشوه لأنه ما بقلك يعني ديش في خوف عندون انتي يعني إذا شفتي ولديك عم موجوع مزبوط ما فيك تعمليل وشي عم تعطيه الدواء بس إنه بده وقت للدواء يفعل ولحتى كمان نتيجة هالنزيف يلي صار يرتاح علي هلأ نحنا كتير مهم عنا بالمركز منشدد على العلاج الفيزيائي لأنه هالعلاج رح يساعدهم يقووا جهازهم العضلة تيحمي المفاصل ولما بيصير فيه نزيف بالمفاصل من بعد النزيف بيكون أخاف بيكون أخاف وبساعدهم يرجعوا كمان يعيدوا للمفصل شغله لأنه هالدم جوا رح يأثر على شغل المفصل ويوصلهم لعجز مدام سولارسة الرئيسة الجامعية اللبنانية للإيموفيلية نحنا مشكر حضورك معنا منتمنى لكم التوفيق على قبل أنه عن جد تضلوا ناشتين دايما لأنه بعتقد ذلك حالات لولاد كتير بحاجة لجمعية يعني وتقدرنا عملنا هالنهار أكيد مكلخي يعني أرناعون الغداس والبلاس والترويقة والأوتوكار بشكر كل شركات الأدوية اللي موجودة بالبنان لأنه كلهم نساهموا معنا ماديا حتى نقدر نقوم بها النشاط مشكورين أهلا وسلم مشكورين أنتم كمانا مشكورين لأنه نحن الإعلام بحاجة له لنقوي هالتوعية بقلب المشتر ونحن حدكن أهلا وسلم نحن لهون مكون وصلنا لختام حلقتنا والختام مع تقرير الرياضي بكرة أكيد حلقة جديدة على الساعة 7 ونص باي وفد من جمعية صيدة انترناشنال ماراتون برئاسة رئيس الجمعية دكتور ناصر حمود يلي وجه للرئيس بر الدعوة المشاركة في ماراتون صيدة الدولي والذي تقيم الجمعية في 23 نيسان وأقدم له القميص رقم 2 للماراتون وكانت التحضيرات لماراتون صيدة الدولي المقرر للاحد المقبل قد تواصلت على مدار الساعة في عاصمة الجنوب في سلسة لقاءات واجتماعات عقدت في بلدية صيدة ووضعت خلال اللمسة الأخيرة على الجهوزية اللوجستية لمسار الماراتون ولفريق المتطوعين الذي سيواكد السباق والذي ينطلق من مدينة الرئيس الشهيد رفئ الحرير الرياضي في صيدة إلى العاقبية في الزهراني ومن ثم مجددا إلى حيث انطلق لا يعتقد المدير الفني لنادي الأرسن الإنجليزي أن نتائج بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ستؤثر على مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة وفي حديث مقالته توتو ميركاتو الإيطالية مشوار الفريق في البطولة لن يؤثر بالطبع لمستقبل بأي شكل من الأشكال مع الفريق خلال الفترة المقبلة وأضاف المدرب الفرنسي هدفي هو الفوز باللقب مشيرا إلى أنه سيقاتل من أجل حصد اللقب في النهاية خلال الفترة المقبلة يذكر أن المدير الفني لأرسنال يمر بفترة عصيبة مع الفريق الإنجليزي كما أن كافة الجماهير المحبة لأرسنال تطالب بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم بسبب النتائج السيئة التي يحقق الفريق في الفترة الأخيرة ذكرت تقارير إخبارية أن نايد ريال مدريد لكورية القدم رفض عرض من ليفربول الإنجليزي لشراء مهاجم الملكي ماركو أسنسياو مقابل 50 مليون يورو وبحسب معلومات ذكرت على إذاعة كوبا ونشرتها أيضا صحيفة آس الرياضية فأن ماركو أسنسياو بات هدفا لكبرى الأندي الأوروبية ومن بين العروض التي تلقاها الريال لشراء المهاجم الإسباني يبرز ذلك الذي قدموا ليفربول على الرغم من ذلك لا يعتزم النادي الملكي الاستغناء عن خدمات أسنسياو الذي لا يرغب بدوره في الرحيل ويريد الاستمرار بين صفوف الميرنجي وأبرزت صحيفة آس أن اللاعب الشاب البالغ من عمر 21 سنة يحظى بثقة المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان الذي يحتفظ له بدور أساسي في الفريق الموسم المقبل وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي أخطر النادي بالفعل برغبته في رحيل الكولومبي خميس رودريجز بهدف منح أسنسياو دور أكبر في الفريق عادل ويلزي قارث بير إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد الذي جارت مبارح الخميس وأجرى ميرانو الأول استعداداً كلاسيكو الأرض الأحد المقبل أمين برشلونة في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم وأجرى الفريق ميرانو الأول بعد التأهل لنصف نهيئ دوري أبطال أوروبا على حساب باي ميونيخت اللي تلماضي بفوز ستة ثلاثة في إجمالي لقائي الذهاب والعودة حيث أجرى اللاعبون الأساسيون أمام الفريق البفاري ميران بالكرة ثم أكملوا جلسة الميران داخل صالة الألعاب الرياضية وفقاً لماذكروا الموقع الإلكتروني للنادي ستحدد مباراتي شباب الساحل ضد ضيف الإخاء الأهل علي وطرابلس أمام جارو الاشتماعي في افتتاح المرحلة الأخيرة للدوري اللبناني لكرة القدم اليوم الجمعة هوية الفريق الثاني الذي سيهبط لدرجة ثانية وكان الاجتماعي متذيل الترتيب أول فريق يتأكد هبوطه قبل ثلاث أسابيع من نهاية البطولة ويحتل الإخاء الأهلي علي المركز التاسع برصيد 26 نقطة متفوقاً بفارق نقطة وحدة عن شباب الساحل وطرابلس بينما يقبع الاجتماعي بالمركز الثاني والأخير بثماني قط وقتحوم الشكوك حول إمكانية إقامة مباريات هذه الجولة في ظل الأزمة التي تلوح في أفت كرة القدم اللبنانية بعد إعلان الأنصار بسبب اعتراض النجمة على مكان إقامته في الأسبوع الماضي وانتظر العهد 15 دقيقة بعد موعد انطلاق المباراة قبل ما يطلق الحكم الصفارة النهية بسبب عدم حضور النجمة للملعب احتجاجاً على إقامة اللقاء في استاد السلام إزغارته صعد نجم برشلونة نيمار إلى سماء المجد قبل 6 أسابيع عندما قاد فريقه لتحقيق أكبر عودة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالمواجهة التي حسن فيها تأهل على حساب باريسان جرمان على أرض الكامبنو وبحسب ما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية فقد عاش نيمار ليلة جحيم حقيقة عندما فشل في تحقيق عودة جديدة لبرشلونة من جوفنتوس الإيطالي والرد على الثلاثية النظيفة التي خسر فيها الفريق على السان سيرو وهو ما جعل دموع النجم البرازيل تنهمر بعد الخروج من ربع نهيئ دوري أبطال وخسر فرصة حمل الكأس زو الأذنين بكاء نيمار وصراخه قد يكون له ما يبرره فأحلام الكرة الذهبية الأولى يبدو أنها بدأت بالتلاشي بعد الفشل في الوصول لنهيئ البطولة الأغلى والأكثر متبعة وهي التي يلعب رفع كأس الدور الكبير في تحديد النجم الفائز بالأقبة خاصة في المواسم التي تبتعد عن المونديال أو بطولة الأمم الأوروبية خسائر نيمار مستمرة فحصوله على البطاقة الصفراء التاني تعني غيابه عن المباراة الأولى بدور المجموعات في دور أبطال القادم ويضاف ذلك إلى سجله للليباتيا سداد سوءا بغيابه عن الكلاسيكو بعد تصرف طائش في مباراة فريقه مع ملاجا بالليجة الإسبانية غاب نيمار عن ليلة ريال سوسيداد التي فيس فيها برشلونة بصعوبة كبيرة ولن يكون موجود في مواجهة أساسونا الأربع المقبل